أهلا بكم إلى أخبار الرياضة والبداية مع الدور الممتاز حيث يستضيف الأهلي اليوم أثلاثاء فريق مصر المقصة في الجولة العشرة من الدور الممتاز حيث أدى الفريق تدريبا اليوم استعددا للمباراة ويسعى الأهلي لانتزاع صدارة الدور من فريق بيراميدز الذي يتفوق بفارق مباراة عفوا بعدما لعب ثماني مباريات مقابل سبع مباريات لصالح القلعة الحمراء ويملك الأهلي تسع عشرة نقطة في حين يملك مصر المقصة ثماني نقاط في المركز الرابع عشر هذا وتقام اليوم أثلاثاء مباراة في الجولة العشرة من الدور الممتاز حيث يلتقي سراميكا كيليو باترام مع ضيفه غزل المحلة في الثالثة عصر ويحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على انبي في الخامسة ونصف حقق فريق طلع الجيش فوزا مهما على نظره فاركو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة العشرة من بطولة الدور الممتازة هذا وأحرز هدف المباراة الوحيد اللعب الناجري فيكتوري في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر الشوط الثاني ليرتفع رصيد الفريق إلى تسع نقاط بينما توقف رصيد فاركو عند خمس عشرة نقطة هذا وتعادل المقاولون العرب سلبيا أمام سموحة ضمن الجولة العشرة من الدور الممتاز واستمرت سلسلة مباريات المقاولون دون تحقيق أي فوز في الدور المصرية هذا الموسم للمباراة التاسعة على التوالي بعدما فاز في الجولة الأولى على أسترن كومباني بينما توقفت سلسلة انتصارات سموحة بعدما فاز في المباريات الثلاثة الماضية على كل من الإسماعلي والبنك الأهلي وزمالك ووصل المقاولون العرب إلى النقطة الثامنة في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب بينما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة التاسعة عشرة في المركز الرابع تأهل فريق اتحاد جدة إلى نصف نهائي بطولة كأس السعودية بعد فوزه على فريق التعاون بهدفين لهدف اللاعب سميحان النايت افتتح تسجيل التعاون في الدقيقة الثالثة والخمسين ثم سجل الاتحاد هدفين متتاليين عبر اللاعب عبدالعزيز البيشي في الدقيقة السادسة والثمانين ثم حقق المغربية عبدالرازق حمض الله الهدف في الدقيقة السادسة وتسعين عبر ركلة جزاء يستضيف تشلسي الانجليزي اليوم الثلاثة للفرنسي ضمن منافسة ذهاب دورة ستة عشر من بطولة دور أبطال أوروبا وتأهل تشلسي لهذا الدور عقب احتلاله وصف الترتيب مجموعته برصيد ثلاثة عشر نقطة فيما تأهل ليل عقب تصدره لمجموعته برصيد إحدى عشر نقطة يحل اليوم الثلاثة يوفينتوس الإيطالي ضيفا على فياريال الإسباني ضمن منافسة ذهاب ثمن نهائي دور أبطال أوروبا ويسع اليوفي لتحقيق الفوز من أجل ضمان نتيجة الإياب وللعودة لمسار الانتصارات مرة أخرى ملعب لسيراميكا على موعد مع مواجهة مثيرة بين يوفينتوس الإيطالية ومضيفه فياريال الإسبانية في ذهاب دور الستة عشر من دور أبطال أوروبا نادي السيد العجوز يسعى لتحقيق الفوز لتسهيل مهمته قبل خوض لقاء الإياب على أرضية ملعب آليينز ستيديم في المقابل يأمل فريق فياريال في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل إلى ربع نهائي دور الأبطال يوفينتوس صعد إلى دور الستة عشر بعدما حصل على المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد خمس عشرة نقطة وسجل لاعب الفريق الإيطالي خلال دور المجموعات عشرة أهداف واستقبلت شباكهم ستة أهداف أما فياريال تأهل إلى الدور ذاته بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة السادسة وسجل لاعب فياريال في دور المجموعات اثنى عشر هدفا واستقبلت شباكهم تسعة أهداف فريق ذياريال يعلم قوة منافسه الإيطالي لذا سيدخل المباراة بكل قوة من أجل الاقتراب خطوة من الأدوار النهائية بينما سيبحث يوفينتوس على الاقتراب من اللقب القاري الثالث في تاريخه ختام الجولة الرياضية أما الآن عودة مرة أخرى لستوديو هذا الصباح عليك همام شكرا جزيلا يا سمر وهنرجع لك عرس الساعة في موجزة الأخبار